مشاهدين ساعة الثلاثة تسعة بتوقيت القاهرة معدنا مع موجز الأهم الأنباء مع دينا تفضل يا دي شكرا لك مننا التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جيرونيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى استحب الرئيس عبدالفتاح السيسي نظير الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في زيارة لمدينة العالمين الجديدة وتفقد الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد مهرجان العالمين الجديدة كما شهد الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد استقبالا حافلا من المواطنين خلال جولتهم بمدينة العالمين الجديدة هذا وعربت إدارة مهرجان العالمين الجديدة عن ترحيبها بالزيارة الرئيس السيسي بصحبة الشيخ محمد بن زايد النهيان في جولة بين رواد المهرجان وأهالي مدينة العالمين الجديدة توجه بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة إلى الدوحة عقب انتهاء مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد وذلك لإجراء مباحثات سياسية مع نظيره محمد بن عبدالرحمن الثاني وزير الخارجية القطرية وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن زيارة عبدالعاطي إلى قطر تأتي في إطار ما شهدته العلاقات الثنائية خلال سنوات الأخيرة من نقلة نوعية حيث شهدت تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين الشقيقين والتي مثلت محطات هامة على صعيد توثيق علاقات الشراكة بين الجانبين وإكسابها المزيد من الزخم فضلا عن التنفيق القائم بشأن التعامل مع عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها أزمة قطاع غزة هذا ومن المقرر أن يستقبل الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر عبدالعاطي خلال زيارته للدوحة أعلنت حركة حماس أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية استشهد إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في تهران ومن جانبي قال الحرص الثوري الإيراني إن مقر إقامة إسماعيل هنية في تهران تعرض لقصف مما أدى إلى استشهاده وأحد حراسه الشخصيين مشيرا إلى أن السبب قيد التحقيق وسيتم الإعلان عنه قريبا رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي درجة التأهب برا وبحرا وجوا تحسبا لرد من حزب الله على اغتيال القائد الكبير في الحزب فؤاد شكر في غارة إسرائيلية على الضحية الجنوبية في بيروت يأتي ذلك عقب مشاورات أمنية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو لتقييم الضربة الإسرائيلية لضاحية بيروت الجنوبية ومن جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالند إن حزب الله تجاوز الخط الأحمر من جانبه أدان رئيس وزراء لبنان نانجيب مقاتي العضوان الإسرائيلية على الضحية الجنوبية لبيروت وأكد مقاتي أن هذا العضوان يضع إسرائيل أمام المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته وإلزام إسرائيل بوقف عضوانها وأضاف مقاتي أن لبنان ستحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات التي تساهم في رضع العضوان الإسرائيلي عربت المنصقة الخاصة لأم المتحدة في لبنان جينين هينيس عن قلقها العميق إذا الضربة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة مقتضة بالسكان في الضحية الجنوبية لبيروت داعية إلى التهدئة واعتبرت المسؤولة الأممية في بيان أن الحل لا يمكن أن يكون عسكريا وشيرة إلى أنها على اتصال وثيق مع المحاورين الرئيسيين في نزاع هذا وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دي جاريجا ضرورة امتثال جميع الأطراف بالمنطقة لانتزاماتها بموجب القانون الدولي استشد 12 فلسطينية مؤصبة آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مدخل مخيم النصيرات وسقطاع غزة وفي جنوب مدينة غزة استشد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء بقصف مدفعي استهدف حي الصبر كما شهدت مناطق غرب مدينتي رفح الفلسطينية وغزة قصفا مدفعيا بالتزامن مع شن طيران الاحتلال غارة على وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة وفي وسط القطاع استشد تسعة فلسطينيين في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج أعلنت رويترزر نقلا عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة نفذت ضربة ضفعية في العراق بسبب تهديد لقوات التحالف الدولية كانت مصادر بالشرطة العراقية أكدت وقوع انفجارات داخل قاعدة تستخدمها قوات الحجر الشعبي العراقية جنوب بغداد مما تسبب في مقتل أربعة من أعضائها وإصابة أربعة آخرين ختام مجزء التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخليا موصل